مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حوارنا هذا المساء فن ليس ككل الفنون صعب ليس أيضا من السهل ممارسته ولا يتقنه الجميع قديم من زمان إلى يومنا هذا نستقبل اليوم رائد الإصلاح في هذا المجال ورائد النهضة في هذا الفن عميمر فنان الشيطة مرحبا بك بسم الله الرحمن الرحيم نشكرك جزيل شرف كبير لي اللي راني هنا اليوم باش نمتل كل إخواني الشياتين في كل الترابة الوطنية نبدأ والحوار حكينا عن البدايات وش راح نقول لك يا أخوي أنا كلهال أنا طرعا رعت فيه مسقط رأسي وبعدك كنت صغير كنت في المدرسة كنت نقذب الأبناء الأغنية هكذا بش يمدوا لي اللوم جاتاهم في الساحة ولا كلهال تملي بنت الموهبة التعي في رياضة الشيطة ولا تملي فقط باللي لازم تشيت باش تعيش يا أخوي طيب هذا عن الطفولة نحكي وأيضا عن مرحلة الشباب ولو باختصار إيه أنا كلهال لما كبرت شوية أنا واللي تلحقت لدرجة مواطن شيات واللي تنقابر الكاميرا وين يكونوا بالرأي دا ولا ندير لي زين تيرفيو ونهضر ما أهم كله يشغل نقول لهم أرانا لباس ومنايا رغم أني كنت نعيش في ظروف صعبة ولكن يعني الشيطة تغلبت عليها واشي نقول لك رغم أني ما المشكلة الكبيرة أني ما كنت نربح والوى داخل الوقت ومتى كان دخولك إلى عالم السياسة؟ والله هي مرحلة السياسة على كل حال مربوطة بمرحلة المواطنة على كل يعني لما كنت مواطن كنت نروح لتجمعات المعارضة نهبل فيهم نديلهم أكدقي ومنايا بش نبرتربيهم وخطرها كنت في الوحلة تجمع غير المعارضة كنت نسفق منها كده ونصفر شافني واحد من المؤسسين المنظمة الوطنية للشياتين ولتم أعرض عليها لكي ندخل للسياسة يعني تم دخلت إلى المنظمة؟ فعلا على كل حال أنا كنت من بين المؤسسين المنظمة الوطنية للشياتين ولتم كانت الانطلاقة الحقيقية التاعية في السياسة يعني في البداية كنت مسؤول على المديح المديح مديح الديني؟ آه مش المديح الديني لأ كنت نسرق على كل حال الشعر الجاهلي من جوجل ونسقطه إلى الواقعات اليوم ونشيت به صديبه للي يكون قوي هذاك الوقت وبعد ذلك يعني تبوأت المناصب في المنظمة هذه حتوين يعني تبوأت المنصب تاع رئيس المنظمة المنظمة يحسب أيضا لكم بأنكم قضيتوا على الجهوية والعنصرية؟ لا يا كلها الحمد لله أنا لما تبوأت الرئاسة يعني خدمتي كانت أني نقضي على هذه الجهوية كل واحد وليته كل واحد علماني واحد إسلامي احنا أنا ليه ما كاش كامل هذه الحمد لله رسخت المبدأ أن الشيطة لا دين لها وقضيت على العنصريات هذه ما كامل ما كان لا علماني لا إسلامي كله نخاوى يا أخوى في سبيل الشيطة وأنا الحمد لله أنا كامل أصحابي أحبهم في الشيطة طيب كشيات قديمة واش هي النصيحة التي تقدمها للجيل الجديد حتى يولي شيات ملح؟ والله يا أخوى لازم تديرها لازم تديرها بليزير ما لازمش تديرها على جلد راهم سيفري لازم يكونوا فيك صفات على كل حال لازم يكون وجهك صحيح ويعني صفة مهمة خصوصا لازم يكون لازم يعني تكون تحمل الرخص بعض الجهات يسموكم صحاب الكاشير يا أخي هدو ما أعداء الوطن وأعداء السامية وهدو هدو أيادي أجنبية أنا فخور باسم الكاشير هذا صف حيلا لأن الكاشير يا أخي جزائري نحن يا أخي سنبقى هكذا وليسمونا كما أشاءوا سنثبت إن شاء الله على موقفنا طيب ولكن البعض أيضا يقولوا بلي الجزائر ما رايش ملح تبلناهم يا أخي هم ينكرون بأن الجزائر أصبحت جنة فوق الأرض من ينكر أن الجزائر أصبحت جنة هم يقولوا بلي كين الفقر أنا لم أرى الفقر هذا أنا أنا نمشي ونشوف لم أرى الفقر هذا إطلاقا كل هذا بفضل السياسة المنتهجة يا أخويا يسي مهم دعبك بلي دين يا رمو إبا مش يكون في علمك شوار زيني قال شوار زيني قال هذك الخشين هذك إبا جلت زاير ومشاب الراند نورمالي والله والله غير هكذا يا سبحان الله واش نقول لك ناظروا صراحة يا أخويا شكوني كان يماجيني بلي جين هار تكون في الانترنت في حمار الدول في حفيلات الرئيسية هذه واحد ما تخيلها عندك الصح طيب نعود إلى النضال السياسي أنت ألفت كتاب عنوانه فن الشيطة الأصيل يا لكل هالبوكو بليس أنا ألفت وذكارة في بعض الدخلاء على مجال الشيطة هذا وشرحت فيها لكل حال تطورت الشيطة من عصر الجاهلية إلى يومنا هذا وعلى كل هالأنا حكيت فيه تجربة شخصية اللي مريت بها على كل حال في الانتخابات الرئاسية لفذل طبعا دون أن أغفل عن التمجيد لبعض الشخصيات في بعض الأحيان كنت نكتب هذا وستيله ويهرب ليتوالي لشتيش الشيطة هذا كبرونام الله غالب يا أخي طيب أنت أيضا صاحب نظرية البوسان نظرية البوسان ممكن تحكين عليها شوية نظرية البوسان على كل حاسيتي لتام اللي نقشت في المموار للحصول على الدكتورات عديزيامضان في دولة والفكرة جتني على كل حال لما لحقت الدرجة يعني وينبوس صبابط هيينبوس صبابط أنا موارف ولكن في بعض الأحيان خطراتي كبست صبابط أحد من تحتهم تم رجتني الفكرة على كل حال ودرت هذه النظرية وننبوس على كل حال ننبوس صبابط ننبوس ولي الدين وكذا كينا حاجة أخرى نحن مستعدين نبوسها كل هذا يا أخويا في سبيل الشيتة وعندك مشكلة واحدة لكل حال كذا هو صبابط يعني صديبه يعني ولي نعمتي وين يكون مشاه في بعض الأحيان يعني حشك وحشك قدرك لما يمشي فوق الفضلات جينس عيباشو وينبوسوا ولكن يا أخويا كل شي هون في سبيل الشيتة مبروك عليك الشيتة الذهبية أنت نصبت نفسك رقم واحد في الشيتة الله يسترك يا أخويا ونهدي هذا يعني هذا إنجاز هذا نهديه الكامل خاوتنا في فلسطين شقيقة طيب بعض الأحيان يقولوا بلي أيضا تكذبوا على الناس لا المليحة هذه مليحة كيف لا فقت لي بالليني نقدبي سبحان الله تحب نحكي لك نظرية على الكذب قدرتها في شابيتر بالنسبة للغاز دوشيست فعلا هذا الكاتب مليح يتبع الكتاب التواونا ويعجبوني خصوصا يعجبني الأسلوب غاز دوشيست يعني الغاز الصخري أسمح لي خلطت مع الكاتب يكتب في فرنسي فيكتوريغو وقال سأخذ هذا كوبيا في المونتاج بعيدا على الشيطة كيف تعيش حياتك الخاصة والله عادي الحمد لله كما كامل الناس وما يشوفون في تلفزيون نحن نورمال عندي هوايات عندي نمارس رياضة ليبول والحمد لله نربي أولادي على الأخلاق الحميدة من صغرهم لكي لا يدروا الغلطات التي طحنا فيهم الحمد لله ربيت أولادي لكي يدوروا مع الأغنية أصحب بالضراء لا يعرفوا صلاحهم وما نقول لك يا أخو هذا هو هذه التربية الصالحة سؤال آخر وش ربحت من الشيطة ما ربحت ولو هذه بليزير كما فهمت قبل الشغول هذه نحن نديرها بليزير يأتي نهار رعبية تخلاص إليها حش وحش أقدرك مثل كيلة بسح وما هو مدبيا نحب نورمال حكينا أيضا على لما رجعت معروف ردة فعل الشارع وش رح نقول لك يا أخو يا أخو أنا كامل كنت لقى في الشارع مع المعجبين وخصوصا لما يبسقوني في وجهي هذه هي البنة يا أخو وش رح نقول لك يا أخو كل أنواع البزاق والخامي والسفورة والخضورة التي لديهم لقريب كينتين يعني واحدة البسقة رمضان رمضان عندما تجينا في هذا سويتو سويتو تكون سخانة وما نقول لك يا أخو رحمة ربي أعطيك النعمة يا أخو هذه هي الفائدة يا أخو بيع عبارة واحد وخرى بهذه الخامي وما نحس روحي بالخدمة خدمة للوطن صح قدما نحكو على خدمة الوطن هل الشيات يعيش حياة رغيدة يا أخو رغيدة بزاف يا أخو بسأو لازم تعرف برك لي من تشيت لأن الشيات ضراجات هذه وكانت لما تشيت المير ولا تشيت الولي ليس نفس شيء هذا ثم أنت واشطرتك ولكلي حال الحمد لله وكما يقول المثل على كل حال وإذا ضرب التفاح مع البنان غير إذا ظهرت الويدان يا أخو هذا المثل أنا عمري مصمعت بي من شايف وش هذا المثل ولكن المهم ممكن تحكي لنا على المشاريع أنت وعك أخو الحلم تاعي أنا إن شاء الله بعيد المدان نحترف بالشيطة إن شاء الله في أوروبا وليما لا يجينها إن شاء الله لنبوس الصبات على رئيس جمهورية أمريكا إن شاء الله أوباما تعطينا كلمة ختمية ربي يوفقنا إن شاء الله نطوروا الإمكانيات في مجال الشيطة وإن شاء الله تنتشر أكثر رياضة الشيطة وتأخذ حقها ويكتروا إن شاء الله المنضمين إلي إن شاء الله وإن شكرا وإن شكرا تحياتي الكامل المسؤولين الذي لديه مسؤولية قد هكذا نحييه ونسلم عليه وإن شاء الله ننشيته لهم كامل وفي عبارة وحدة ينعلبوا الذين لا يحبونه يا أخو بارك الله فيك يا أخو أعطيك صح 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 البوزاق يعني في الوجه هكذا أم لا أحد البنة يحبي به هيلة الله يبارك كل أنواع البوزاق يعني يجيوني كل أنواع اللخامي صفورة أكسمع قلت لك اللخامي صفورة كين خضورة كينما تكون عندهم الله قريب على بارك وديك النعمة يا أخو اشتركوا في القناة